بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلة وشفاءا من كل داء اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علم مرحبا بكم جميعا الأخوة الكرام والأخوات الكريمات في آخر يعني محطة من رحلة حسن خطك أونلاين خمسة إن شاء الله مع الليلة الختامية والليلة الأخيرة في هذه الدورة الطيبة بإذن الله مرحبا بكم جميعا اليوم إحنا زي ما مسميين وحضرتكم شايفين الحفل الختامي يعني هو إحنا بنحتفل إن ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا ومن علينا بأن أتمم علينا من فضله بإكمال هذه الدورة الطيبة بإذن الله إن شاء الله نبدأ مع خير الكلام ونستفتح مع خير التلاوات مع أخي أحمد عبد الغني فليتفضل مشكورا أخي أحمد عبد الغني تفضل يا أخي أحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّرِ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ يَنْقُسْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْزِدَ عَلَيْهِ وَرَدِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَقْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبَحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا يزاكم الله خيراً أخي الفاضل الكريم أحمد عبدالغني ونفع الله بكم وزادكم من فضله اللهم أمين مرحباً بالإخوة جميعاً والأخوات جميعاً إن شاء الله بإذن الله عندنا المحطة الأولى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيكون عندنا اختبار إن شاء الله بإذن الله الاختبار هيكون في كتابة ما تيسر السورة كاملة بإذن الله من سورة الكارعة إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله تكتب البسملة إن شاء الله هنكتب سورة الكارعة ابتداءً من البسملة تكتب باسم الله الرحمن الرحيم من أول الكارعة إلى نهاية السورة إن شاء الله هيكون معاكم عشرين دقيقة من الآن نكتهد نكتبها أكثر من مرة نكتبها في ورقة خارجية أو في ورقة أخرى غير اللي حضرتك هتصححها وبعدين حاولت تكتبها مرة أخرى بخط جميل بحيث إن انت تتفادى الأخطاء اللي ممكن تقع فيها في أول مرة هتكتب إن شاء الله بخط النسخ سورة الكارعة إن شاء الله بنغلق التسجيل الآن إذا حد عنده استفسار يكتب لنا على الشات علشان نرد عليه إن شاء الله بإذن الله وبسم الله توكلوا على الله يلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة